تشكل زيادة السكانية في الوقت الراهن تحدياً للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية فثمت حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية في الوقت الراهن لأنها بقدر ما تمس الفرد والمجتمع فأن أبعادها تجاوزت الحدود الأقليمية والعالمية حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها أثار سلبية متنوعة يتركها النمو السكاني غير الطبيعي في القطاع البيئي بسبب زيادة الطلب على الموارد وعدم القدرة على تعويض النقص فيها والأثر الزراعي بالتوسع غير المدروس على حساب المناطق الخضراء وإتلافها والأثر التنموية الذي يقلل من فرص الاستثمار الفعال والمنتج إضافة للأثر الاجتماعي الذي يلحق الضرر في المستوى المعيشي للأفراد على كافة الأصيدة تحديات كثيرة قد يواجهها المجتمع العراقي فيما لو زاد النمو السكاني إذ يقدر حاليا حسب إحصائيات سابقة لوزارة التخطيط أكثر من 43 مليون نسمة في عام 2021 وأن الزيادة السكانية قد سببت تحديات اقتصادية واجتماعية مثل ارتفاع معدل البطالة وتوزيع غير عادل للثروة وصعوبة توفير الخدمات الأساسية منها الصحة والتعليم وغيرها من المتطلبات الأساسية المهمة في المجتمعات ترجمة نانسي قنقر